تعالوا بقى نقف شوية عند كرة القدم ومنتخب مصر الأول لكرة القدم أول مبارح طبعا كان خروج المنتخب من بطول الكأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من الكونجو الديمقراطية برقلات الترجيح طبعا الكلام ده كان في دور الستاشر كلنا طبعا تابعنا معاكم هذه المباراة اللي انتهى وقتها الأصلي طبعا بالتعادل والإضافي كمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وبالتالي اتجهت الأمور إلى رقلات الترجيح اللي حسمت الأمور في النهاية لصالح منتخب الكونجو ودي المرة الثالثة على التوالي اللي يعني الحقيقة بيعاني فيها منتخب مصر من رقلات الترجيح بعد ما طلق هزمتين من المنتخب السنغالي في نهاي كأس الأمم الإفريقية عشرين واحد وعشرين ثم في الدور الفاصل والمؤهل إلى كأس العالم عشرين اتنين وعشرين طبعا ما فيش كلام ممكن يتقال زيادة عن اللي بيتقال بقاله كم يوم من كل الزملاء وكل المنابر الإعلامية وكل منصات التواصل الاجتماعي وكل المتابعي كرة القدم في مصر الحقيقة يعني كان ساعات فيه أوقات بنتكلم عن فيه عبارة كده كان بتستخدم زماني ولك الخروج المشرف فيه ناس كتير قوي شافت أن لا الصعود كان مشرف ولا الخروج كان مشرف الحقيقة فالطبيعة الحال من المنطقي أن تنتهي الأمور إلى ما انتهت إليه بكل أسف يعني بس يا كريم يعني الواحد مش عايز لأنه هو حيل احنا جاينا النهاردة ومش قادرين قوي بس احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا أو عندك مصيبة كبيرة جدا انت ما تتوقتش يعني عدم التتويق بالبطولة على مدار 14 سنة 14 سنة من آخر مرة مصر بتتوق ببطولة كاس الأمم الأفريقية يعني إذا كان 2010 زي ما كنا بنقول لا في حاجة مش غلط بس في حاجة محتاجة وقفة ومش وحتاجة وقفة عادية برضو انت محتاج توقف وتغرب المنظومة وتغرب كل الأمور اللي هي متعلقة بمنظومة كرة القدم وتغربل نحن شخصيا ما فيش مشكلة بس في حاجة لازم نفهمها من 2010 لحتى هذه اللحظة انت بعيد تماما عن ما يسمى أصلا بكرة قدم فده شيء صعب 2012 و13 و15 طبعا احنا ما تأهلناش 2017 كان منتخبنا هو الوصيف جميل 2019 ودعنا من دور الستاشر هايل في 2021 كان الوصيف 23 ودعنا من دور الستاشر ايه الحكاية ايه الحل انت لازم وكل على فكرة يعني الكلام اللي بنقوله ده قلنا قبل كده بس هنقعد نقوله تاني طب هنعمل ايه لازم نلاقي حل لازم نرجع ونعرف فيه ايه مشكلة منتخب مصر ايه فين الازمة يعني هل الازمة انت برضو تيجي تقول هل هو اتحاد الكورة طب الناس بتتغير الناس بتتغير يبقى اكيد مش المشكلة في مسؤولة او اتنين او اتحاد طب هل هي المشكلة في اللعيبة طب اللعيبة برضو بتتغير طب مشكلة في مدير فاني ما المدير الفاني برضو بيتغير احنا اللي سبتين كجماهير واحنا اللي دمنا بيتحرق كجماهير يعني على مدرار دلوقتي 14 سنة هو وكثير منه الجماهير تغير كمان بالنسبة لرؤيته للمنتخب الروح اقولك على حاجة ما دي حقيقة وقالها محمد صلاح وما هواش قال حاجة برضو يعني ما احناش حسينها احنا انتماءنا للمنتخب ما بقاش زي الاول انت دلوقتي المتشاط اللي كان بيلعبها للمنتخب سواء الودية او الرسمية انت يعني ما بقتش الناس تهتمة او مثلا اللي عنده ايفنت اللي عنده فرح يقولك لا الاول كنا نشوف لا منتخب مصر بيلعب انا مش نازل انا حلغي ممكن فرح الناس تلغيع لكن دلوقتي ولا الكلام انا بقى شوفوا على التليفون انا بقى بقولولي النتيجة الروح دي فقدناها للأسف الشديد لازم نفهم احنا هنستمر الكده لقد ايه بس يعني قوللنا عندنا كمان اربعين سنة بهذا الشكل بس بعد الاربعين سنة هنبدأ بقى نرجع للقوة بتاعتنا هنبقى عندنا قرة قدم هنقولك ماشي بس احنا دلوقتي ماشيين في طريق يا كريم ما انتش عارف اوله من اخره انا مش عارف امتى هرجع تاني يبقى عندي منتخب قوي اسمه منتخب مصر دايما من اتكلم على التاريخ اللي بيقعد يتكلم ويذكر تاريخه فقط ده اعرف ان هو ملوش حاضر وبالتالي ملوش مستقبل كل ما اتكلم اصلا انا اصلا كنت سنة خلاص انت فين دلوقتي انا مليش جعب اللي فات لا فيه مشكلة كبيرة جدا وكلنا حسنها وللأسف الشديد يا كريم انت مش عارف تحط ايدك عليها لان هي مش مشكلة واحدة عشان نغيرها وبصراحة انا ارجع اقولك تاني انا ما شفتش المنتخب بيلعب مثلا وبيبزل اللي عليه غير في 3-4 لعيبة بصراحة والباقي نازل يقدي يعني انا موجودة هك انت بسوايا بتقولي احنا ماشيين بخطوات مش عارف عامل ازاي انا شايف عكسك انا شايف ان احنا مش ماشيين اصلا ده احنا وقفين محلك سر في الوقت اللي قرر بالكامل مش بس ماشية قرر طايرة وشفنا ده بمليون شكل ومليون صورة يكفي ان البطولة دي سميت دي يعني بطولة سقوط الكبار احنا نتكلم على ان كل بيتطور واحنا محلك سر كل بيتقدم واحنا محلك سر وبعدين يعني لا دا ليستحقوا جمهور المصري ولا دا ليستحقوا منتخبنا ولا دا يستحقوا يعني الحال عندنا في مصر المفروض ما يبقاش كده على كل المستويات وعلى كل الاصعاد بي